لو عندك لحمة مفرومة ومتأخرة في عمال الأكل أو مستعجلة وما عندكيش وقت عليكي وعلى الطاجن ده والله يا جماعة حاجة زدة هتاكلوا صابعكم وراه مش هياخد منك لا وقت ولا مجهود حاجة كده أحلى من الكباب ومن ورقة اللحمة طريقة تحضير الطاجن ده مميزة وهتعجبك جدا والكفتة متمسكة وطرية وراحتها تقلي بالدنيا من الآخر كده هتعملي طاجن شغل مطاعم مش أي حاجة احنا مبنعملش أي حاجة والسلام ده ما شاء الله شغل فاخر من الآخر يلا طلعي الشيف براكل لجواكي وطلعي كيس اللحمة اللي محترى تعمليه ازاي وتعالي معايا نشوف الفيديو الجميل ده الله يا جماعة يعني ما بالكو كمان لو شميتوا الريحة اللهم بارك بإذن الله تجربوه ويعجبكو قبل من ابتدي الفيديو فضلا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات على علامة الكل عشان تكوني أول واحدة يوصلها الوصفة كمان ما تنسيش تدعميني بأجمل لايك ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي أنا شايماء محمد شارك الفيديو لو عجبك مع أصحابك ويلا نسمي باسم الله ونصلي على رسول الله وأول حاجة حضرها هي الكفتة معاي هنا لحمة مفرومة كيلو نص كيلو اللي موجودة عندك هنزل عليهم ببيضة البيضة مهمة قوي هتدي تماسك ونعومة للكفتة وكمان معاي لكل كيلو من اللحمة المفرومة 200 جرام من الدهون أو من اللية اللي موجودة عندك كمان معلقة كبيرة توم وبصلة كبيرة مبشورة بدون ميا الدهون مهمة قوي للكفتة خاصة لو كانت اللحمة حمراء عشان الدهون دي هي اللي بتدي تراوى للحمة و200 جرام من الدهون يعني حفنة كده كبيرة بين إيديكي الوقتي بقى هنزل بمعلقتين كبار من الفيجيتار أو البقسمات المطحون بس أنا بحب طعم الفيجيتار في الكفتة كمان معاي معلقة كبيرة من النشا ومعلقة النشا دي مهمة جدا مش هتخلي الكفتة تكش الوقتي بقى هتبل معلقة صغيرة من بصل بودر توم بودر جنزبيل بودر معلقة صغيرة من القرفة القرفة طعمها روعة في الكفتة ما تقلقيش خالص كمان معلقة صغيرة من مرأة الدجاج الفورية معلقة صغيرة من الفلفل لسود وهبتدي أتبل الملح لو انت ما بتحبيش القرفة في الكفتة خلاص بلاش منها استخدم السبع بغارات أو الكبابة الصين بس والله يا جماعة طعمها مش بيبان خالص أنا من الناس اللي ما بحبش أقطر قرفة لكن القرفة والجنزبيل في الكفتة حلوة قوي وبيدي طعمه مميز كمان لو ما بتحبيش مرأة الدجاج تقدر تدي في بدلها معلقة من السكر بس الصراحة مرأة الدجاج بتدي طعم حلوة قوي للكفتة اللي أنا بعمله دلوقتي إن أنا بسمغ الكفتة الناس اللي بتشتكي الكفتة بتفكي مني بعد السوى الخطوة دي مهمة إنك تسمغي الكفتة سواء هتضربها في الكببة أو هتدعكيها كويس بين إيديكي أو حتى تدقيها بإيد الهون كل فيديو عمله للكفتة أشدد على أهمية الخطوة دي كمان اللحمة المفرومة لازم تكون مفرومة والشين من عند الجزار ورأي تفويل كده صغيرة ومولعين حتة فحمة وهنتشها بشوية زيت أيوة حطي الفحمة على اللحمة المفرومة وهي نية وهتكي أحلى كفتة إن شاء الله تجربوها وتعجبكو أكيد في ناس كتير بتعمل الخطوة دي بتفرق جدا في طعم الكفتة سيبيها بقى ترتاح كده نص ساعة قبل التشكيل يلا بينا بقى نعمل رريف العيش أو العجينة اللي هنغلف بيها الطاجن معايا كوباية دي إيه نص معلقة صغيرة من الخميرة معلقة صغيرة من السكر نص معلقة من الملح ونص معلقة من التوم البودر هيدي طعم حلوة قوي ليه العجينة هبتدي كده نص كوباية لبن وهبتدي أعجن العجينة دي وبصي ما تستصعبش الحكاية خالص شغالي الفرن كده دفيه شوية وسيبي العجينة دي تخمر فيه لغاية ما تكوني شكلتي الكفتة وحمرتيها وخلصت الطاجن بتاعك هيكون الرغيف ده خمر وبقى تمام والرغيف ده دايما إحنا بنشوفه في المطاعم بيغطوا بيه الطواجن من فوق وبيبقى شكل وشيك ولزيز جدا أنا خدته بس كده عشان أنعمه كويس على البلانشة عايزة العجينة بتاعتي تبقى نعمة عشان يتفرد معايا بسهولة خدمتها كده زي رغيف العيش هغطيها بقى واسبها تخمر بصي بقى الكفتة بتاعتي بعد ما إيه نص ساعة كده ارتاحت مهم جدا ترياح الكفتة وبعدين هبتجي على طول في التشكيل شكلي بقى الحجم اللي انت عايزها كور كبيرة كور صغيرة واللي أنا واسقة منه إن ولادك هيعشقوا الكفتة بالطريقة دي انتو عارفين كل الولاد بيحبوا الميت بولز ده أو كورات الكفتة اللذيذة دي وبياكلوها هوا هيتنسف على طول يلا واحد اتنين تلاتة خلصت الكفتة شايفين أنا سريعة ازاي اللهم باري يلا بقى على طول عالبو تجاز نحمر الكفتة دي ونديها كراست حلو وأرمشة ولون جميل من بره شوية زيت على شوية سمنة وهي دي الزيت والسمنة اللي هستخدمهم طول الوصفة مش ههضر اي زيوت او اي حاجة عندي بالوقت بقى انزلت بكورات الكفتة على طول أنا ما بسويهاش أنا بديها صدمة على النار بس زي ما انت شايفة كده خدت لون عشان يبقى شكلها جميل في الطابن لازم تعملي الخطوة دي كمان خلي بالك معلومة مهمة جدا لازم اتطاصة اللي هتحمر فيها تبقى سخنة جدا والسيت والسمنة يكونوا سخنوا كويس قبل ما تنزلي اللحمة دي فيها لان الكورة ممكن تتفتفت منك وتلزق وما تعرفيش تقلي بيها كمان يستحسن لو تستخدمي طاصة الليمونيوم او حتى طاصة فال عشان الكفتة ما تلزقش فيها خلاص خني الزيت والسمنة كويس خلاص كده انا حمرت كل الكفتة عندي هبتدي اشيلها كده وعلى طول نجاهزة كمية من البصل احنا بنعمل كده حاجة طاجن ينافس كباب الحلة في اساس فيه كمية البصل كرملت البصل دي بقى بتفرق جدا في طعم الطاجن يا جماعة نزلت على طول بكمية كويسة من البصل حوالي كيلو لربع حطيت عليه معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من الفلفل السود وكمان احط معلقة صغيرة من السكر حلوة اوي اوي هيكرمل البصل على طول كمان معايا معلقة صغيرة من مرأة الدجاج الفورية وكان ورقة لورة كده عايز اقول لكم ان نص معلقة المرأة الفورية دي او كيس مرأة فورية على البصل يخلي البصل مسكر وطعمه حلوة اوي دلوقتي بقى هكرمل كده في الزيت والسمنة اللي حمرنا في يوم الكفتة هتاكل حاجة زي العسل وقصي بقى الكفتة بتاعتي والبصل خلاص بكرمل معايا وشايفين بقى شكل الكفتة منورة وجميلة مفيش واحدة مفككة مفيش واحدة بهدلة سليمة وزي الفل وكل ده يرجع لاني مسمغها الكفتة كويس كمان المكونات اللي حطينها مساعدة جدا فيه تماسكها زائد انها طرية قوي طاجن بتاعي حطيت فيه البصل المكرمل مجهزة عندي فلفل ألوان وطمط ماية واحدة ما أشراها انا مش عايزة الكفتة دي بدمع هي مش داود باشا خالص احنا بنعمل طاجن كباب اديت كده للفلفل بتاعي بس رشة من الملح خلاص والبصل طبعا واخد التوابل بتاعته الطمط ماية واحدة بس في الطاجن ما قطرتش كمية الطماطم وسبتي كده بقى شوية بصل ابتديت أرشراشهم فوق سطح الكفتة زي ما نشايفين والله يا جماعة طاجن مميز وسهل وسريع حاجة كده كباب بجد دلوقتي بقى كباية الدقيق والعجنة بتاعت خمرت بصوا ما خدتش وقت خالص يعني ربع ساعة كانت خمرت على طول ده كمال لاني كنت مشغالة الفرن دفيه كده بس بيها تخمر فيه بصي سهلت الفرد وسريعة جدا طبعا طالعي زي ما بقولك كده شيف براكل لجواكي وغطي الطاجن بتاعك فكرة حلوة قوي وهتبهري بيها أولادك على طول كده بصي هتتفرد معايا لأنها متخمرة وكمان أنا عجنها كويس لو خدت بالك أنا عجنتها كويس عشان ما تكلكعش معايا في المرحلة دي يلا بقى كده ناخد نغيف العيش بتاعنا ونغطي الطاجن بصي بقى متحاوليش تضيفي أي سوائل خالص للطاجن ده أنا محطتش فيه ولا نقطة مياه هتشوفي كمية السوائل اللي نزلت من الكفتة وطبعا من الخضار والبصل والفلفل نزلوا المياه اللي فيهو متحطيش مياه خالص هو مجرد بس ان تغطتيه بالعجينة دي أو حتى غطتيه بفويل ومعملتيش عجينة هتلاقيه نزل السوائل اللي فيه والكفتة استوت وعملت سوس جميل قوي دلوقتي بقى بدهن السطح معلقة سمنة مع معلقة حليب هتدييني لون حلو كده ومحمر ليه سطح العجينة دلوقتي بقى كمان رشة من السمسم رشة من حبة البركة وهسوي الطاجن ده على درجة حرارة 200 وعلى الرب الاوسط على طول مش هياخد معاك نص ساعة لادن احنا مدين الكفتة تحميرة يلا بقى بسرعى نحضر اسرع طحينة معايا كده كوب bin من الطحينة انتم اعرفين به الكفتة والطحينة صحاب جدا يلا بقى معلقة كبيرة من الطوم معلقة كبيرة من الكمون معلقة صغيرة من الشطة وكمان معلقة صغيرةend was just possible اضافة السكر حلوا أوي للطحينة تديه طعم جميل انزل كده بعصير رهمونة وطبعا كلنا عارفين الطحينة دي بسيطة وسهلة جدا هضيف بقى مية تدريج جايا لغاية موصل للقوام الخفيف بتاع الطحينة هنا بقى جوزي كان بيتخانق معايا يقول لي لأ الطحينة كده مش مظبوطة حطي عليها معلقتين دقيق وانا اقول له لأ الدقيق هيبقى طعمه في الطحينة مش هيبقى حلو انتوا رأيوكم ايه بقى بصوا بقى شاخد الطاجن اللهم بقى لي كما طلعتهم الفرن شايفين بقى الانهيار بتاع العيش واول ما البخار طلع من الطاجن بتاعي والله العيش يا جماعة قنطري ولذيذ جدا بصوا بقى الجمال والله يا جماعة والله الطاجن ده اللهم بارك ما تبقاش منه ولا واحدة متأكده انه هيجب ضيوفك ويه كمان هيبهر اولادك جدا اللهم بارك سهل وسريع وميز جدا جدا كأننا جبنا المطعم للبيت شايفين يا جماعة الجمال الصصات والبصل المكرمل الخضار اللي دايب بجد الريحة والطعم اللهم بارك ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكو في نهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس على علامة الكل كمان مستنية دعموكو باجمل لايك ومتابعة للصفحة على الفيسبوك باسم وصفات ويوميات ام ريانة مستنية تعليقاتكو اللي بتشجعني كتير بحبكم في الله كان معاكو شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله